مهندس سومر رتيب مرة تانية بدرس جديد من سلسلة تعلم القيادة في هولندا 2021 اليوم سوف نتحدث عن التجاوز والانعطاف والمناورة سوف نتحدث عن تغيير المسار يعني ان تتجه بسيارتك يمينا او يسارا لتستخدم خانة اخرى لاحظوا السيارة الحمرة اذا انت غيرت باتجاه اليمين او باتجاه اليسار فانت تغير المسار هذا التعريف الاول الانعطاف يمينا يجب عليك ان تأخذ اقصى اليمين اذا صدفت ممر للدراجات على يمينك مع خط متصل يجب عليك ان لا تتجاوز الخط الا اذا اصبح متقطعا اما اذا كان الخط متقطع فيمكنك استخدامه بشرط عدم وجود مستخدمين اخرين شو يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني انه في حال كان في حارة هون وحبيت انت تروح بهذا الاتجاه فانت ممنوع تقطع هذا الخط هون طبعا رح يكون فيه اشارة اصلا ممنوع الدخول لانه الخط مستمر الا اذا صار الخط متقطع فانت فيك تروح على اليمين في حال كان جاء احدا من هون من هذا الطريق لازم توقف بهذا المنطقة وانت يعطي اشارة طبعا غماز تستنى لحتى يروح بعدين انت بتطلع ورا عند الانعطاف تفقد حق الافضلية مثل ما حكينا بدروس ماضية نحنا في حال انعطفنا فقدنا حق الافضلية اجينا بدنا نقطع من هون على الحارة اللي على اليمين اذا فيه فطردنا في حارة هون فنحنا بنفقد حق الافضلية كل الناس كل مستخدمي الطريق اللي هون لازم يمشوا قبلنا فنحنا مثل ما قلنا بنوقف هون نعطي اشارة ونستنى ليفضى هادش البسار بعدين نحنا بنستخدمه ونطلع على اليمين كمان هون مثل ما شايفين في حال انا بدي اطع انعطف يمينا فانا بفقد الاولوية ولازم اعطي المشات للمستمر بشكل مباشر يجب عليك منح الأفضلية للمشات في حال كنت تشاهد المشات من الامام او الخلف قبل انعطاف يعني عمليا اذا انت شفته من ورا او شفته جاي شفته وهيك جاي بهالطريقة هاي فانت معناته لازم تعطي الطريق بغض النظر انت انعطفت فانت فقدت الافضلية هو مستمر بشكل مباشر مع انه هو عم باستخدم طريقك ولكن بما انك انعطفت فانت بتفقد الافضلية يجب عليك منح الأفضلية لجميع مستخدمين الطريق في حال انعطاف مو بس السائقين جميع مستخدمي الطريق اللي هنه مشات او سائقين لذلك انت لازم تراجع الدرس الاول وتشوف كمان مرة ثانية من هنه المشات ومن هنه السائقين عند الانعطاف يمينا او يسارا يجب عليك اعطاء غماز قبل انعطاف به بقديش؟ اذا كنت بطريق سرعته القصوى اقل من 50 كيلو متر يعني 40 او 30 او ما شابه فانت لازم تعطي غماز قبل 50 متر اذا كنت بطريق سرعته القصوى 50 يعني كانت السرعة قصوى 50 مثل ما شايفين اين هي اللوحة او ضمن المدينة ضمن المدينة تكون السرعة 50 فانت لازم تعطي اشارة قبل 100 متر اذا كنت بطريق سرعته القصوى 80 كيلو متر بالساعة فقبل 150 اذا كنت بطريق سرعته القصوى 100 كيلو متر بالساعة فانت لازم تعطي اشارة قبل 200 متر اذا كنت بطريق سرعته القصوى 130 كيلو متر بالساعة يعني الطريق السريع فانت لازم تعطي قبل 300 متر ما توصل كيف نعرف أنه وصلنا؟ تذكروا العواكس هناك عواكس على الطريق أحمر على اليمين وأبيض على اليسار بين العاكس والعاكس كان في عنا 50 متر فنحن ممكن هنا نشوف مثل ممكن نطلع لنا لوحة باتجاه روتردام صفيان لك 1200 متر من عند هذه اللوحة تصبح تعدى العواكس وبتطرح منهم قديش المسافة اللي نحن فيها يجب على السائقين الذين يريدون الإنعطاف يسارا عند الإشارات الضوئية أن يتموضعوا على الخانة اليسرى قبل الوصول إلى الخطوط المستمرة المقسمة للخانات لاحظوا هذا الطريق باتجاه واحد دائما رايحيك ولكن إذا انت ركبت على هذه الخانة فأنت لازم مضطرة تكمل مباشرة في حال وصلت لهون لهذه النقطة حبيت تغير طريقك مثل ما أن الخط المستمر هو جدار فكيف تطلع على الجدار؟ مع التقدير لازم تلف من غير اتجاه لهذا الطريق لاحظوا هنا في عنا هذه السيارة أعطي غماز يجد بالخانة الصحيحة بدأت تروح من هذا الطريق طبعا هذا الطريق هو اتجاه واحد ففيه يجي هيك أو فيه يجي من هون مو مشكلة الأولوية عند الإنعطاف عند التقاطعات المتساوية يجب السماح لجميع السائقين القادمين من جهة اليمين بالمرور أولا بغض النظر عن توجههم لاحظوا هاي الصورة هذا يعتبر شو مشات ولا سائق؟ لا سائق فهذا الرايح هيك ما دخل إنه العطاف خلص أنت على تقاطع متساوي لازم تعطي يمينك لازم تعطي يمينك لأن العطاف مو بهي الحالة رح نحكي عملا قدام شوي لاحظ هذا كمان يعتبر مشات ولا سائق؟ هذا مرة يعتبر مشات ومرة يعتبر سائق ولكن بما أنه لا يستخدم الشارع فنعتبره سائق لذلك لازم نعطيه الأولوية لأنه هو جاء من على يمينك كمان هاي السيارة مدخل إنه العطفت خلص أنت على تقاطع متساوي لازم تعطي يمينك وبس الأولوية عند الإنعطاف بالتقاطعات المتساوي منكمل يجب السماح لمستخدمي الطريق زي الإنعطاف الأصغر من مرور قبله مستخدم الطريق للإنعطاف الأكبر هلأ في حال أنت أجيت ما في يمين هونه وهذا ما في حدا عيمينه أنت جاي مواجهه بالضبط عمليا مواجهه بالضبط فلمين لازم أنت تعطي الأولوية بهيك حالة؟ ما حدا يمين حدا هون أنت مقابله هو مقابلك متساوين بالضبط فهون بقى نجي للف الأقصر لف الأقصر في حال أنا كنت رايع على اليمين وهذا رايع على اليسار مين هو لفته الأقصر؟ السيارة الحمرة اللي هي تبع طموحات محطوط عليها نحن دائما سيارة الحمرة يا جماعة للتذكير لاحظوا هون في عنا إشارة طموحات معناتها إشارة الحمرة أو السيارة الحمرة هي دائما لطموحات نرجع عمليا نحن رايحين على اليمين فلفتنا الأقصر هي اللفة تبعا هي الأقصر لذلك الأولوية راح تكون لنا لاحظوا هون السيارة الطموحات هي الأطول لفته الأطول والمتور هو لفته الأقصر لذلك المتور هو يمشي أولا العطاف للترامب الساعتنا نحكي على التقاطعات المتساوية يجب على جميع مستخدمي الطريق إعطاء الأفضلية للترامب عندما ينعطف ولو كانوا مشتركين معه بالتقاطع المتساوي وذلك في حال كان التقاطع المتساوي يا جماعة هون التقاطع المتساوي دائما نحن نقول أن الترامب مدلل على التقاطعات المتساوية لازم نعطيه الطريق لأنه نحن جايين من عيمينه ورغم ذلك كمان لازم نعطيه الطريق ليش؟ لأنه هذا ترامب لترامب دائما نعطيه الأولوية من أي اتجاه رايح ولأي اتجاه جاي أما في حال وجود أسنان قرش يجب على الترامب أن يلتزم بالإشارات والأولويات حسب اللوحات والرصوبات الأرضية الموجودة لاحظوا اللوحة السابقة نفسها ولكن هون عنده أسنان قرش هون لازم يوقف ويعطي الطريق للسيارة طموحات السيارة الحمرة ليش؟ لأنه هذا تقاطع غير متساوي ما له متساوي فيه إشارات لها علاقة بالأولويات لذلك هذا تقاطع غير متساوي الأولوية عند الإنعطاف سنكمل عند الإنعطاف فملاقتك لمشات يقطع الطريق بعد نزوله من العرصي يجب إعطائه الأولوية بسبب أن المشات مستمر بالسير إلى الأمام لاحظوا هاي أول حالة أنا رحت على اليمين المشات جاي مقابلي مستمر الزلمة بحاله فأنا لازم أعطيه الأولوية لأنه أنا عطفت وبالتالي فقدت الأولوية لاحظوا هادا الحالة الثانية كمان نفس الشي المشات مستمر للأمام وفي عنا السيارة الطموحات من عطفة السيارة الحمرة لذلك السيارة الطموحات لازم تعطي الأولوية للمشات مو دائما منعطي الأولوية يعني في حال كان جاي الشخص من هون وجاي بشكل مباشر بهاي الحالة أنا ما بعطي الأولوية ليش لأنه أنا لسه ما عنعطفت صح بدي انعطيف ولكن لسه ما عنعطفت بعد توänner التلاقي بيني وبيني أنا ما تعطفت أنا هون عنعطفت بهالنقطة فقدت الأولوية فقدية fond과 نقصت لهذا NOP بشكل مباشر هنا لازم أعطي الأولوية وألي المباشر الأولوية. في حال عدم إنعطافك وبقائك مستمر بالقيادة بشكل مستقيم هنا لا تفقد الأفضلية مثل ما لكم شايفين إذا هذا الشخص بدي أطيع وأنا جاي من هون فالأولوية إلي كمان إذا كان هذا الشخص هون بدي أطيع ولو أنا بدي رؤيته على اليمين فالطريق إلي لأنه مثل ما حكينا قبل شوي بنقطة الطراق بيني وبينه أنا لسا ما نعطفت هون الإنعطاف صح هاي الحالة اللي حكينا عننا قبل شوي قبل شوي كانت المرة ماشية من هون لهون أما الشب هلأ ماشي بالعكس لذلك بالحالتين لازم أعطي الأولوية إن كان جاي من هون أو من هون فهو مستمر بي للأمام فهون لازم أنا أعطي الأولوية ووقف حتى يمر المشات بعدين أنا ببقى بكمل طريقة باتجاه اليمين هلأ بنجي للطريق الترابي الطريق الترابي مشان نحفظها يا جماعة كل شي جاي من يمينك ومن يسارك لازم تعطي الأولوية من يمينك ومن يسارك السائقين وليس المشات يعني إذا فيه مشات هون أنا ما بعطي الأولوية الطريق إلي أما إذا كان هذا سائق تمام فأنا هون لازم أعطي الأولوية لأنه جاي من على يميني بعطي الأولوية لليمين واليسار للسائقين مرة تانية للسائقين طيب أستاذ أنت حكيت لنا أن من يمين واليسار لازم تعطي الأولوية للسائقين طب اللي جاي من هون شو وضعوه؟ تعوني تفرّج هلأ الجاي من أمامك هو أولويته العادية إذا كان إلا الأولوية بيأخذها وإذا كان إلاك الأولوية بتأخذها شو حكينا قبل شوي بالموضوع إنه إذا جاي واحد مقابلة اللف الأقصر هو اللي بيأخذ الأولوية يعني الزرق جاي من على اليمين والحمراء سيارة الطموحات جاي من على كمان من على اليمين السيارة الزرقاء مين لفته الأقصر؟ الزرقاء طبعاً الزرقاء هي اللي بتمشي تعوني افترض إنه كانت السيارة الحمراء جاي هاي والسيارة الزرقاء جاي بهالطريق هاد لذلك السيارة الحمراء هي اللف الأقصر وذلك هي بتأخذ الدور لذلك يا جماعة لازم تعرفوا إنه من أمامك بالطريق الترابي طريق عادي يعني أولوية عادية إلاك الطريق بتأخذه للمقابلة بيأخذوا حسب اللفة الأقصر الآن الخروج من الباركينج في حال أردت الخروج من المناطق المخصصة للباركينج يجب السماح لجميع مستخدمين الطريق بالمرور أولاً حبيت تطلع كل الناس إذا كان فيه مشات إذا كان فيه سيارة صفرة إذا كان فيه عندك موتور شو ما كان سائق ولا مشات لازم تعطي الأولوية التجاوز عندما نتحدث عن التجاوز هذا يعني أن مركبة تتجاوز مركبة أخرى بحالة السير لاحظوا هاي السيارة الصفرة هاي السيارة الصفرة ماشية وفيه سيارة حمرة جنبها كمان ماشية شو يعني هاد الكلام؟ هاد الكلام بيعني أنه السيارة الحمرة عم تتجاوز السيارة الصفرة أما إذا كانت السيارة متوقفة فهذا يعني مرور هاي بالهولندي بتعني إنهالن وهاي بالهولندي تعني باسيرن الانهالن هي السيارة تتجاوز سيارة أخرى طبعا السيارة الأولى ماشية أما بالنسبة للباسيرين هي السيارة الأولى متوقفة والسيارة الثانية ماشية هذا الترم أو المصطلح لازم تفهموه لأنه كثير حساس بموضوع الامتحان بالنسبة للتجاوز كنا نتحدث عن التجاوز والمرور بالنسبة للتجاوز هناك خمس حالات مسموح لك التجاوز من العليمين طبعا أنت من وين مسموح لك بشكل طبيعي تتجاوز؟ من على اليسار إذا كنت ماشي بطريق مثلا استراد يلي هو سنيلفخ وفيه سيارة هون طبعا فأنت لازم تتجاوز من على اليسار وترجع مثل ما حكينا فلذلك من على اليسار دائما مسموح يعني معظم الأحوال ولكن من على اليمين ممنوع إلا بخمس حالات تمام؟ لاحظوهم مع العلم أن تتجاوز بغير حالات مسموح فقط من على اليسار لاحظو الحالة الأولى عند الدوارات إذا كان الدوار في أكتر من طريق أكتر من مسار بقلب الدوار فأنت فيك تتجاوز من على اليمين أو من على اليسار دبه من على اليمين أو من على اليسار يعني السيارة الحمرة فيها تتجاوز الزرقة والزرقة فيها تتجاوز الحمرة الحالة الثانية هي تجاوز لترام لترام تعرفوا بيمشي على سكة لا بروح يمين ولا بروح يسار حتى السكة تأخذه فإذا كانت ترام هون فأنت تتجاوزون على اليمين مثل ما ترون بالصورة ولكن هناك نقطة مهمة لازم نحكي عليها في حال كان في موقف هون ووقف الترام ونزل حدا ممكن ينزله بنص الطريق هذا نظامي قانوني فأنت هون اضطر توقف لهذا المشات لحتى يقطع ولو ما كان في زيبرا بط طبعا في زيبرا بط بكل أحوال توقف له حال الثالثة هي الأزدحام في حالة كنت بازدحام فهون بإمكانك تتجاوز من عالمين أو اليسار هون من عالمين أو من عالمين في ناس كثير بتخربط إنه استاذا علتلنا من عالمين لا من عالمين ولا يسار بالازدحام والحالة الرابعة في حال كان السائق سائق السيارة التي أمامك ينوز العطاف يسارا لاحظوا هاي السيارة الصفرة حابة تروح على اليسار عاطية غمازهم على اليسار وبدت تروح على اليسار فأخذت يسارها فأنت بهيك حالة فيك تتجاوز من على اليمين الحالة الأخيرة يلي هي مكعبات السكر الخطوط العريضة المربعة تقريبا تأتي خط السنيك هذا خانة الدخول أو الخروج فإذا كان عندك المربعات على يسارك أو على يمينك يمكنك تتجاوز من على اليمين أو من على اليسار يعني إذا كانت المربعات بهذه الطريقة تمام فإذا كنت هون وفي سيارة هون هاي ألف وهي بي فالبي فيها تتجاوز الألف والألف هي تتجاوز البيت يعني بهيك حالة فيك تتجاوز من على اليمين ومن على اليسار طيب أمتا حكينا نحن أنه تتجاوز من على اليسار دائما حكينا إذا حبيت تتجاوز من على اليمين في خمس حالات مسموح لك يعني تتجاوز فيها من على اليمين حفظوها مبصم لأنه بيجوبر الامتحان هلأ أمتا ممنوع التجاوز ممنوع التجاوز عند التقاطعات قبل التقاطع بخمس متر وبعد التقاطع بخمس متر ليش يعني هنك حابين يدايقونا طيب افترض هون في سيارة هذه السيارة ليست بينا لك افترض هفترض هون هاي قلي وهي بي وانت هون تمام سي فقربت الى لهم اجيت انت قربت عمتتجاوز اموصلت انت والى لهم اجت هاي السيارة وصلت لهم تمام هل افترض هاي السيارة تروح هايك انت وياب كنت توقفو له لانه هو من عيميننا جاي تمام طبع اذا بديرو عاليسار طبعا انت سكرت له الطريق هون لذلك اقول لك عند التقاطعات ممنوع التجاوز خلص ممنوع التجاوز لو حتى فيتس اذا اجت فيتس ماشي هون ما بتروح تتجاوزه لانه اذا اضطريت توقف بيذهب جاي السيارة من هون فهيك انت إذا السيارة جاي باتجاهك فانت عطلت السير كله الحالة الثانية الحالة الثانية التجاوز على قبل الزيبرا بطل بخمس متار ممنوع وبعده بخمس متار كمان ممنوع ليش لانه بصير يعني الرؤية مثلا السيارة الحمرة ما تماكن شايفين بجوز هلا في مشات جاي من هون هذا شايفه ولكن السيارة الحمرة مو شايفة ليش لانه عم تتجاوز قبل الزيبرا بطل هذا الكلام غلط كما يمنع التجاوز بالحالات التالية في حال انت مثلا ماشي بهذا الطريق هذا الطريق زهاب و اياب او زهاب و زهاب مثل بعضهم فيه خط متصل هون الخط المتصل شو هو هو عبارة عن جدار والجدار انت ممنوع تتجاوز و شلون بغتطلع الجدار هون نحن بيعتبرون انه جماعة نفهم رسمونا خط مستقيم فمعناته هذا جدار ما فيه داعي يحطونا متاريس و شغلات بتعيق بالطريق هذا الطريق خط مستمر غير متقطع معناته جدار في هذه الحالة انت ممنوع تتجاوز هذا الجدار كمان بهذه الحالة لاحظ في هذه الحالة انت ممنوع تتجاوز لماذا؟ لان الخط الابيض المستمر هو باتجاهك معناته الجدار من طرفك اما في حال كان فيه سيارة هاي و سيارة هاي و تردت السيارتين ما له موجودين و حبت هاي تتجاوز و ترجع طبعا هذا الطريق روحه و جيد حالة ثانية حبت تتجاوز و ترجع فهي مسموح لها التجاوز و الرجوع الآن نحن نحكي عن منع التجاوز كما يمنع التجاوز بالحالات التالية عنده وجود لافتة منع التجاوز بهذه الحالة الآن في هذه اللافتة يا جماعة إذا هنا كل شيء مركبات هذه اللوحه بالذات تعتبر ان كل شيء مركبات لها محرك انت ممنوع تتجاوز فمعنات انت ممنوع تتجاوز موتور فيتس ممنوع تتجاوز بروم فيتس ممنوع تتجاوز سنور فيتس أما الفيتس فكت تتجاوز في حال وجود إشارة على اليمين هذه هي لا يمكن للبروم فيتس السير في مسار الفيتسات هذه اللوحه ما يعني؟ هذه اللوحه يعني ان انت بمسار او هذا المسار الزامي وحصري للفيتس ولمين؟ للسنور فيتس يعني الزامي وحصري شو؟ الزامي لازم يمشوا في الفيتسات والسنور فيتس وحصري يعني ما بحق له حدا تاني يمشي فيه مثل البروم فيتس لا يستطيع البروم فيتس أما بهذه الحالة هذه معناته الزامي وحصري لمن؟ للبروم فيتس والفيتس والسنور فيتس مثل ما قلنا هذا الرمز الذي هو هذا نفسه هو عبارة عن رمز الفيتس والسنور فيتس أستاذ يعني انت ليش عم توجعنا راسنا لموضوع البروم فيتس؟ هو مو واجعت راس وانما الشهادة اللي نحن نسنطرين عنها والذي نحن الهدف والالتارجت تبقى هي الشهادة النوع بيت الشهادة النوع بيت أنت فيك تسوق البروم فيتس لذا يفترض أن تتعرف لازم تعرف حتّ قواعد البروم فيتس لانه شهادتك بتأهلك تسوق البروم فيتس لا يسمح البروم فيتس أن تقوم عند الدراجات وفي حال عدم وجود إشارة تأمر بذلك لا تدائم ممّر الدراجات يمكن أن يتم никаких قوم بالفيتس يستطيع أن يمشي عليه فقط إذا كانت هذه اللوحة موجودة تجاوز الدراجات والبرومفيتس طبعاً حاول لا تتجاوزهم بمناطق ضيقة يجب أن يكون المسافة بينك وبين السياء الشاحنة يفترض أنك سائق هذه الشاحنة طبعاً أنك لا يحقلك بالبيت سوق هذه الشاحنة لكننا نضع هذه الصورة للتوضيح يجب أن يكون بينك وبين الموتور وتتجاوزه متر وإذا كان حيوان متر ونص ليس سائق الدراجة حيوان يعني حيوان حرفتش له يعني هون إذا كان حصان إذا كان كذا يجب أن يكون متر ونص أما سائق الدراجة فهو متر لا تتجاوزهم في مناطق ضيقة لا تنسى أن سائق الدراجات هم حساسون للأحوال الجوية ويحاولون دائماً تجنب الحفر والمطبط يعني طبعاً كما نرى الدراجة أو الموتور فيتس أو الفيتس أو السنور فيتس هي بتمشي على دولابين فهو يكون يوازن حاله لحتى يقدر يمشي بالطريق هلأ ممكن يكون فيه هوا جاية جنابي فأنت إذا أجيت سدّت له الهوا مشان تتجاوزه إذا كان الهوا قوي سدّت له الهوا بيكون هو مدوزن عقله على ضغط هوا معين هذا الضغط رح يختلف عليه فجأة فممكن يختل توازنه حط هذا الشي بالحسبان هل إنه ممنوع تجاوزه؟ لا مو ممنوع بس إنه حطوا هذا الشي بالحسبان الدخول والخروج من السيارة لا يسمح لك عند الدخول أو الخروج من السيارة إعاقة مستخدمي الطريق الآخرين قبل البدء بالخروج من السيارة يجب عليك أن تنظر بالمرأة اليسارية وأيضا الزاوية الميتة طبعا في حال كانت سيارتك متوقفة على الجهة اليمينية هلأ سيارتك أنت هون وقفة على الجهة اليمينية طبعا يسارية بالنسبة إنه ولكن هي الجهة اليمينية حبيت تنزل فأنت لازم تتطلع بالمرأة ثم تتطلع بالزاوية الميتة ثم تفتح الباب وتنزل في عندي أحد الأصدقاء رسب بسبب إنه سائل زلمي كيرفكت يعني خمسة وارمعين دقيقة ورجع كان مؤمن إنه أموره تمام صف السيارة فتح الباب ونزل قالت بعد ما وصلوا على مقر السي بي إير على مكتبها قالت له انت راسب ليش راسب؟ والله أنت فتحت الباب بدون ما تطلع لا بالمرأة ولا بالزاوية الميتة بركي في حدوائف كنت كسرته لذلك نشوفها كل مرة القادمة ركزوا مني على هذه النقطة عند الإنطلاق بسيارتك يجب عليك ترك جميع مستخدمين الطريق الآخرين الذهاب قبلك يجب عليك انتظار حتى يخلو الطريق تماما ومن ثم إعطاء إشارة الغماز ومن ثم الإنطلاق يعني انت واقف على جنب الطريق تعوني جنب الطريق تماما حبيت تطلع ليس تعطي غماز بعدين تبدأ تتطلع هكذا ترسب دغري بالفحص العاملي مباشرة يجب عليك توقف قبل ما تعطي الغماز تتطلع فاضي الطريق فاضي الطريق أخذنا نظرة على الزاوية الميتة بعدين يبدأ بطلع طبعا هذا الكورس يريحكم بموضوع العملي إذا فهمتوا تماما عيدوا مرة ومرتين وثلاثة إن شاء الله العملي بيكون كتير بسيط بالنسبة لكم وحتى النظري كمان لا تنسوا التدريب على باقة الطموحات كمان في كتاب بباقة الطموحات تجدوا موجود مع الباقة هذا الكتاب في أكثر من اللغة سنشوفه لقدام شوية إن شاء الله يجب عليك إعطاء انتباه إضافي في حال كانت سيارتك متوقفا على الطرف اليساري إذا كانت سيارتك على الطرف الثاني لازم تعطي انتباه إضافي لهذا الكلام في حال أردت الرجوع للخلف دائماً لازم تعطي الأولوية لغيرك إذا كنت راجع دائماً الأولوية لغيرك مو إلك إنت راجع باتجاه الخلف دائماً أولوية لغيرك هناك سؤال موجود بباقة الطموحات إذا تدربتوا عليها هذا السؤال يفرجيك أنه هناك سيارة تانية ترجع تمام؟ هناك سيارة تانية هون وأنت جاء من هون أقول لك ماذا لك تعطي الإشارة؟ ماذا لازم تعطيها؟ ماذا لازم تعطيها؟ أو ماذا لازم تتصرفه؟ هل ترى فرامل؟ أو رفع القدم عند واسعة الوقود؟ أو لا شيء؟ طبعاً هنا الأولوية لك ولكن الإجابة الصحيحة أنه هذا الزلمي عم يرجع وما له شايف فأنت هون لازم تضرب فرامل صح الأولوية إلك ولكن إذا الزلمي مو شايفة تعمل حادث؟ لا تعطي الطريق لا تنظر فقط إلى الجهة اليمينية عند الرجوع للخلف لا تطلع بس على يمينك هك لازم دائماً تطلع على المراية الداخلية على المراية اليسارية على المراية اليمينية ودائماً على الزوايا الميتة ليش؟ لأنه حالة الطريق وراك ممكن تتغير بأي لحظة اللي هي تمرق فيتس تمرق سيارة ما بتعرفش بصير فأنت دائماً لازم تطلع بفترات متقاربة وبانتظام يمين يسار لا تبدأ بالرجوع قبل التأكد من خلوة الطريق إن شاء الله سيكون ألف سيارة تتوقع وتتوقف أنت قدامك 45 دقيقة لازم تسوق وما تخطأ ولا خطأ إذا علقتهم بالإزدحام يقول لك المدرب ترجع أنا أيضاً من طلابنا يقول لي طلع من باب السي بي إير علق 45 دقيقة أو 40 دقيقة قال له خلاص لف ورجع على السي بي إير فاته ويا على المبنى قال له مبروك نجحل قال له ما سقت؟ قال له المهم أنت سقت 45 دقيقة بدون ما تغلط الزاوية الميتة يا جماعة الزاوية الميتة المراية قد ما ضبطتها سيظل في عندك زاوية ميتة كيف يعني؟ الزاوية السيارة أو مراية السيارة اللي هم تكشف لك المنطقة الخضرة ولكن المنطقة الحمراء ما بتنكشف معها تمام؟ لذلك طبعا المراية الداخلية بتكشف لك شو كمان؟ لوراك طيب والمنطقة الحمراء وبل اضغطت مركة ف beingplinعطيف تطلع أول شي على المراية الداخلية علماية الخارجية واليسارية وبعدين عمل لك نظرة على الزاوية الميتة وبعدين تعطي إشارة و تتريد العمل مراية داخلية مراية خارجية مرة تانية تطلع على الزاوية الميتة بعدين تبدأ انعطاف يا جماعة ع 所以 لسيت ومرّة واحدة مرتفع مرة واحدة عطيت غماز وتمقصي تذهب على اليسار تغير مسارك متى ما حكينا قبل قليل ترسب لازم مرتين لازم مرتين بالعملي لازم مرتين أول مرة قبل ما تعطي الغماز لقيت ما في حدا تعطي الغماز تاني مرة شو قبل ما تبلش تغير مسارك لذلك مرتين لن تختفي الزاوية الميتة حتى ولو كانت المرايا مضبوطة بشكل صحيح طبعا يا جماعة كل شيء ناطع بتشوفوها هي أسئلة بالفحص كيف يأتي السؤال لا أحد يعرف نحن سأضع لكم الأسئلة موجودة بباقة الطموحات دائما نضيف عليها عمليا كل أسبوع نضيف بحدود العشر أسئلة هناك الكثير أسئلة موجودة ولكن لا تعرف أن تغيروا النموذج السؤال يأتي على حظك يجب أن تكون فهمان القانون ثم تذهب أنا لم يأتي هنا أعطيك الأسئلة لا أحد يعرف الأسئلة الأسئلة متغيرة بعدين افترض أن أعطيك الأسئلة ونفدت بالنظري لا تقول لي أن تنفد بالعملي أنا أصلي 40 سنة بسوق هذا الكلام ليس منطقي إذا لم تفهمان النظري ستعلق بالعملي علقة وصخة على كيف كيفك إن كان أنت أو هي طالبة أو طالب ركزوا طلعوا من النظري خالصين منه لا تروحوا تشلفوا تشليف بتدرسوا هون وتروحوا بتتدربوا على باقة الطموحات بتلاقوا كل شيء المعلومات هي هي اللي عم ناخدها هون ولكن بتختلف شوي فباقة الطموحات الخربطة فيها ما بتخسر ولكن الخربطة بالCBR ممكن أن ترسمك لذلك تدرب على باقة الطموحات نصيحة لاحدة يروح على الفحص بدون ما يكون فهمانا محافظة فهمانا حاول مغادرة الزاوية الميتة للسائقين الآخرين إذا أنت كنت هون فأنت تعرف حالك أن أنت بالزاوية الميتة تبعا هي السيارة الحمرة حاول لا توقف به المنطقة الحمرة يقرب شوية بعيد شوف يشوفك بالمرأة الزلمة إذا كنت تجر مقتورة إذا كان في مقتورة خلفك هون سيكون عندك كمان منطقة زاوية ميتة هي كنت تكشفها أول شيء بالمرأة الداخلية ولكن مع وجود مقتورة هذا الكلام يعني أن المقتورة صارت تحجب عنك الرؤية وبالتالي صارت عندك زاوية ميتة جديدة الزاوية الميتة في الشاحنة هي أكبر وعددها أكدر إذا كانت بالشاحنة ستكون أكبر لأنه وراءك تماما ما بتشوفه ومو بس الشاحنة كمان الفان غير المسموح لك لإنعطاف أو تغيير الخانة بدون أن تكشف الزاوية الميتة مثل ما حكينا يا جماعة لازم تكشف الزاوية الميتة دائما من عيد أول نظرة لوين على المراية الداخلية بعدين على المراية الجانبية بعدين الزاوية الميتة بعدين منعطي غماز بعدين مرة ثانية مراية داخلية مراية خارجية زاوية الميتة بعدين منبليج منعطي مرتين مو مرة ترغب في تجاوز السيارة التي أمامك هل هذا مسموح؟ رح نختبر شوية معلومات عنها رح ناخد هناك شوية معلومات نختبرها شو رأيك هون مسموح ولا لا أو شو رأيك؟ طبعا ممنوع هذا شو اسمه؟ جدار هذا الكلام ممنوع طيب يلي بعده أنت ترغب في تجاوز الدراجة النارية هل هذا مسموح؟ هون في عنا ممنوع تجاوز المركبات التي تعمل بمحرك وبالتالي ممنوع تتجاوزه الشاحنة التي أمامك تسير ببطء هل هذا مسموح؟ هل مسموح تجاوزها من العليمين؟ هاي الخضراء عم تمشي على مهلة هل يمكنك تتجاوز من هون أنت من العليمين؟ هون يمكنك تتجاوز لأنه هذا جدار لا هو بقدر بيجي لعندك ولا أنت بقدر تجي لعنده لذلك مسموح تتجاوز أما بهذه الحالة بالحالة واحد مسموح وبالحالة اثنين غير مسموح ترغب في تغيير مسارك على جهة اليسار؟ هل هذا مسموح؟ ماشي أنت من هون؟ لقيت سيارة مثلا لسبب الأسباب أو لقدام سيارة مثلا شاحنة ماشي على مهلة فحبت تغيير مسارك؟ لا، ما بتقدر تغيير مسارك ليش؟ لأن الخط المستمر هو الأقرب لك الخط المستمر هو الأقرب لك بهذه الحالة طبعا تجي على هذه الخانة ولكن ما بتقدر ترجع لأنه هدول طريقين باتجاه واحد أما إذا كان هذا الطريق بهذا الاتجاه وهذا الطريق بهذا الاتجاه وهذا الطريق بهذا الاتجاه معناته هدول الخطين اللي جنب بعض أنك فيك تتجاوز وترجع بسرعة مو أنه تتجاوز لأنه إذا جاي سيارة من هون تستضم فيها مصطلحات هامة يا جماعة هاي المصطلحات حاولوا تحفظوها بصم راح تفيدكم بالعمل كتير هاي نصيحتي لكم النصيحة الثانية أن كنت تدربوا على باقة الطموحات تسمعوا الفيديو أكتر من مرة وتشوفوا الكتاب تقروا يعني الكتاب مع الفيديو مع الباقات إن شاء الله من أول مرة بتروحوا وبتنجحوا طبعا هاي اللائحة الثانية للمصطلحات وبتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا الدرس فهمتوا منيح بتمنى مرة تانية تعيدوا مرة ومرتين وثلاثة وتشيروا هذا الفيديو إذا أعجبكم يعني من شان غيركم يستفيد مثل ما أنتم استفدتوا إذا شفتوا حالكم استفدتوا مع تمنياتي لكم بالتوفيق المهندس سومار رتيب باي باي